موسيقى موجز لأهم الأخبار الرياضية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في افتتاح جولة الخامسة من الدور الإنجليزية الممتاز عاد ليفربول بفوز ثمين بثلاثة هداف لهدف من ميدان ويلفر هامبتون أصحاب الضياف افتتحوا باب التسجيل عن طريق هويتشان قبل أن يعود فريق الرادز ويسجل ثلاثية كاملة عن طريق كولمين جاكبو وروبرتسون وأخيرا هوغو بوينو بالخطأ في مرمى أعلن نادي أولمبيك ليون عن تعيين المدرب الإيطالي فابيو غروسو على رأس العرضة الفنية للفريق الفرنسي إلى غاية صيفي 2024 مع خيار تجديد العقد لمواسمة إضافية وسيحاول غروسو قيادة ليون للعودة إلى السكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية أدت إلى إقالة المدرب الفرنسي لوران بلون من منصبه ويعد غروسو أول مدرب إيطالي يتولى تدريب نادي ليون كما سبق له أن تقمص ألوان النادي الفرنسي ما بين 2007 و2009 عندما كان لعبا وتوجه بلقب الضوري والكاس في موسمه الأول مع الفريق كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن مباشرة النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو إجراءات مقاضات نادي سابق يوفنتوس الإيطالي بغية الحصول على مستحقات مالية عالقة مقدرة بقيمة 19 مليون يورو فاصلها التسعة وتعود القيمة المجمدة إلى فترة توقف نشاطات رياضية جراء تفشي فيروس كورونا حيث وافق أن داك اللاعب الحالي لنادي النصر السعودي على تأجيل تسديد أجرته لمساهمة في مساعدة نادي السيدة العجوز على تجاوز الأزمة الاقتصادية على خلفية توقف الكالتشيو الإيطالي توجه سهرة الجمعة اتحاد الجزائر بلقب كاس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوز بهدف دون رد على الأهل المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في مباراة مثيرة وقيمت بملعاب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية وسجل للنادي الجزائر المدافع زندين بالعيد عن طريق راكلة جزاء في الدقيقتها الثالثة والأربعين ليحرم بذلك أبناء سوستارة نادي القرن من التتويج باللقب التاسع لهم بالمقابل أحرز أشبال المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة لقبهم القرية الثانية في غضون أشهر قليلة بعد تتويجهم بلقب الكونفيدرالية الأفريقية جوان الفارد في كأس ديفيس للتينس حافظت بريطانيا على أمالها في التأهل إلى دوري الثمانية في النهائيات بعد فوزها على سويسرا بمجموعتين لوحدة في مباراة المجموعة الثانية بمانشستر الجمعة من جهته حجز نوفاك جوكوفيتش مكانا لسربيا في ربع نهائي كأس ديفيس بفوزها على الإسبانيا لخاندرو دافيدوفيتش في مكينا بعد خمسة أيام فقط من فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة وحقق المصنف الأول عالميا فوزا سهلا بستة ثلاثة ستة أربعة ليمنح بلاده تقدما بنتيجة اثنين لسفر في فالانسيا بعد فوز لاصلو ديري في وقت سابق على ألبيرت راموس فينول فيما عوضت إيطاليا خسرت أمام كندا بثلاثة لسفر بفوز على تشيلي بنفس النتيجة في مباراة المجموعة الأولى في بولونيا أنهت الجزائر دورة الإفريقية للملاكمة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية في صدارة الترتيب رصيد تسع ميضاليات منها أربع ذهبيات وفذيتان وثلاثة برونزيات وشهدت الدورة التي احتضنت العاصمة سينيغاليا دكار حجز الجزائر خمسة مقاعدة في الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة العام 2024 وضمنات أهل كل من حجيلة خليف ورميسة بوعلام وإيمانا خليف عند السيدات ويغورطايت بقى ومرد قاضي عند الرجال للإشارة فإن الجزائر ستكون الأكثر تمثيلا في الملاكمة خلال الموعد الأولمبي ما بين الدول الإفريقية والعربية بهذا مشاهدنا لأفاض النسي للختام الموعد الرياضي المزيد من الأخبار تجدونها عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية الضائرة أسفل الشاشة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة